قدم معلي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح صباح اليوم واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سعيد المطر الكعبي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أداه واجبه الوطني في عمليتي عصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للقوف مع شرعية في اليمن وأعرب معلي خلال زيارة مجلس العزاء بإمارة الفجيرة عن خالص تعزيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين وشهداء والأبرار ويلهم ذويه الصبر والسلوان